ترى يمكن كنا عم نحكي قبل الفاصل بالرسم التوضيحي عن طرق العلاج وكيف بتتم يا ترى أنتو كدكترا أو حضرتك شخصيا شو بتفضل أي نوع بحكم أنه احنا عنا تدبيس وعنا ليزر وعنا كذا نوع المريض إذا كان واضح طريقة العلاج المسللة له وما في خيارات منقله هذه الطريقة الوحيدة ويجب يعني عندما يأتينا مريض مثلا في المرحلة الرابعة بوسير المرحلة الرابعة لا ينفع معه التدبيس ولا ينفع معه التبريد ولا ينفع معه ربط الحلقة المطاطية ولا ينفع معه الأشعة تحت الحمراء أمامه حل واحد هو إما الجراحة التقليدية الاستقصال أو الاستقصال بواسطة جهاز التخثير والقطع الذي ذكرته هنا الخيارات محدودة المشكلة الخيارات تتعدد في البواسير المرحلة الثانية والثالثة الخيارات متعددة وكثير من الأحيان يأتي المريض مصاب ببواسير ومعه مرض آخر أما بواسير وناسور أو بواسير وشرخ فهنا يتم تفصيل علاج لكل مريض حسب حالته ونقول له الأفضل أن نعالج البواسير بهذه الطريقة والشرخ بهذه الطريقة فيتم دمج علاج الحالتين مع بعضهم البعض لإنهاء معاناة المريض مرة واحدة الطريقة ما يفضله المريض أحياناً يسألني دائماً هذا السؤال ما هو الأفضل طريقة يا دكتور؟ نعم الجواب يكون أنه أفضل طريقة حسب ما يبحث عنه المريض هناك مرضى يبحثون على السعر الأقل التكلف الأقل هناك مرضى يبحثون على الطريقة الأسرع التي تعيدهم لعملهم واضطرارهم للسفر ومتابعة مشاغلهم بسرعة هناك مرضى الذين يطلبون الطريقة الأفضل من ناحية عودة البواسير لأن البواسير يمكن أن تعود صح فهذا يكون همهم الرئيسي أنه أنا بدي أعمل يا دكتور عملية ما ترجع البواسير أبداً فلكل شخص رؤيته الخاصة به لما هو الأفضل نحن نضع الخيارات أمام المريض الذي يعاني ونقول له هذه ميزتها كذا ومساوئها كذا وعلى المريض أن يقرر ماذا يفضل وماذا يريد أن يتجنب طيب دكتور علاج النسور والشرخ بنفس الطرق اللي أنت عم تحكي عنها بالأدوات اللي هي ممكن تكون إن كان حلقات مططية أو إن كانت تدبيس أو الشرخ الشرجي يعني عشان نفهم إيش هو الشرخ الشرجي الشرخ الشرجي قلنا إنه هو شق أو جرح في قناة الشرج لما يحصل هذا الشق وهو شق مؤلم تتشنج العضلة المحيطة بفتحة الشرج وهذا التشنج الدائم طالما أن الشرخ موجود يكون التشنج في العضلة دائمة العروق الدموية التي تعبر داخل العضلة هذه يقل قطرها وتصبح تحت ضغط فينقص عبور الأكسجين للغشاء المخاط المشقوق يعني عدم عبور الأكسجين للغشاء المخاط المشقوق يمنع الالتئام وبهذا نكون دخلنا في دورة مفرغة الشق موجود تشنج العضلة موجودة نقص الأكسجين الذي يساعد في الالتئام موجود عدم حدوث الالتئام فدخلنا في دائرة مفرغة يجب أن نقطع هذه الدائرة المفرغة لنساعد في الالتئام هذا يتم بطريقتين إما إجراء عملية جراحية وتتضمن استقصال أطراف الشرخ يلي تموتت تليفت تليفت ولم يعد بالإمكان التئام وبنفس الوقت قطع العضلة المتشنجة المنقبضة لنسمح لاسترخاءها وأن يعبر الأكسجين فيها عن طريق أوعية الدموية التي كانت منقبضة الطريقة الثانية بدل القص العضلة يمكن القيام بحقن البوتوكس والبوتوكس نعلم أنه يشل العضلات ساكت فبدلا من إجراء عملية قطع لهذه العضلة وتعريض المريض للجراحة والتخدير العام وغيره نقوم بحقن البوتوكس موضعيا فتصاب هذه العضلة التي نريد قطع وتصاب بالشلال ومفعول البوتوكس عادة يستمر ثلاثة إلى أربع شهور وهذه فترة كافية لأن يعود دوران الدم للغشاء المخاطي بشكل جيد ويسمح بإلتئام الجميع ونسبة النجاح فيها 75% حال لكن لا تفيد في كل الشرخ إذا كان الشرخ متليف جدا أو مصاب بزوائد جلدية لا يمكن استعمال البوتوكس بيعتمد أما النسور لغاية الآن علاجه الرئيسي هو الأصدقصال الجراحي توجد طرق جديدة لا في مجال يعني لا في مجال ولكن لم تنتشر بشكل ونجاحها يعني 50-60% وهي ممكن حقن الباسور بمواد متجلطة أو تتجلط تتخثر نعم فتدخل وتسد الباسور أو دفع دعامة أو حشوة لداخل النسور وتثبيتها بأطراف النسور وهذه الدعامة تسمح للأنسجة والخلايا أن تنمو وتسد الباسور ولكنها مكلفة جدا وهذه الدعامة للأسف تستخرج من الخنزير ولا أعلم إذا كان مسموح استعمالها هنا أو لا طيب دكتور إحنا دائما ما بنسمع عن الطب البديل اللي بعلاج البواسير أو عدم اللجوء إلى الجراحة أو الأطباء بشكل عام من نستخدم يمكن مستحضرات مطبوخة معمولة عند حدا طب بديل أي شيء مراهم لكنه هيك أوكي أنا ممكن ممكن صح شو رأيك أنت من ممكن الطب البديل إذا كان معمول على أسس علمية ومعروف مكوناته ما في مانع يعني من أول الأدوية اللي كانت تستعمل في العلاج البواسير هي الأدوية العشبية المستخرجة من شجرة الكستنة وتستعمل وهذه تستخرج بطرق علمية ويوجد منها كابسولات ويوجد الملينات بشكل عام إن كان زيت الزيتون إن كان شرب الماء الدافع على الريء إن كان الاكثار من السوائل الخضار والفواكه كل شيء يساعد ليونة البطن يخفف من أعراض البواسير ويؤجل تطورها هذه لا غبار عليها لكن للأسف فيه مستحضرات يعني لا نعلم تركيبها ولا مكوناتها وتدعي أنها سحرية وتعالج كل شيء من وجع الرأس للبواسير لعرق النساء للبدانة هذه هي يعني في علامات للنواز لأي شيء نسميها يعني اللمسة السحرية حبة اللمسة السحرية في إشارات استفها معنا نعم طيب دكتور شو بدنا ننصح المشهدين بالأخصة للي عندهم كتير أحراج وكتير بيخافوا يروحوا عند دكاترة المناظير ميشين للكشف عليهم وبالأخص أنا مثل ما بعرف أنه لازم الدكتور يستأذن المريض قبل الفحص عليه سريريا صح ولا لا من التحصيل حاصل أنه المريض اللي يذهب عند الطبيب ويسأله عندي بواسير نعم لن يضعوا الطبيب غصبا عنه على سرير الفحص ويقوم بالكشف عليه يعني دخول المريض لعند الطبيب هو إذن وتفويض للطبيب بإجراء الفحص هلأ هناك في إجراءات تداخلية يمكن أن يجريها الطبيب لا يجوز أن يجريها إلا بإذن المريض وأخذ التوقيع عليها إن كان حقا أو ربط بواسير أو شيء ثاني لا يمكن أما الفحص السريري يعني هو تحصيل حاصل أنه البريد وافق عند دخوله للطبيب أن يجري عليه الفحص طبعا التحضير النفسي أنا دائما عندما أدخل المنظار لأفحص المريض أبلغ المريض بأنه حدخلك المنظار وهو مزعج وهو غير مؤلم أما الفحص السريري العادي بالنظر يعني هذا طيب ولي بيخافوا دكتور ولي لازم أن يجو شو لازم ننصحهم شو نصيحتك لي بتعطيني نصيحتي تغيير المفهوم الخاطئ عن أو المفهوم القديم الشائع عن عملية البواسير نعم عملية البواسير التقليدية كانت عملية يعني بربرية تقريبا ولكن هذه المفاهيم تغيرت وضع الخابور لا يوضع إلا في أحوال نادرة جدا عندما تكون العملية نازفة وفيها خطر للنزيف يتم وضع الخابور المشدات القوية التي كانت توضع أبطل وضعها اليوم نستخدم الجراحة الرقيقة والناعمة نعم حتى في هذه المنطقة الحساسية وفي المناطق الأقل الحساسية الجراحة اليوم تبدلت وأصبح الطبيب يشعر بمعاناة المريض وليس الطبيب الناجح هو من يصرخ مريضه أكثر هذه العقلية تغيرت واليوم نلجأ إلى الطب الأقل ردا والأقل تدخلا إن كان مناظير وإن كان ليزر وإن كان تدبيس كل هذه التطورات للتخفيف من معاناة المريض نعم دكتور كمان أديك أدي في احتمالية تعودة إصابة المريض بالبوسير من بعد العملية الحقيقة هذا من الأسئلة الهامة جدا وشكرا لهذا السؤال مدنون زيل نجوة لأنه أول هم للمريض عندما يدخل أنه سمعنا أنه لا تعملوا عملية لأن البواسير بدا ترجع وأحد أسباب عدم إجراء العملية هو السمعة أن البواسير لازم ترجع لا نقول للمشاهدين البواسير لن تعود إلا في أسباب معينة وعندما يعلم المريض إيش الأسباب التي تعيد البواسير تسبب البواسير أصلا وي ممكن لتعيدها أيوة يصبح من السهل عليه تقبل عودة البواسير عادة العمليات الجراحية التقليدية نسبة عودة البواسير فيها 5% نعم وسبب عودة البواسير أنه أحد سببين إما الطبيب لا يستقصل كل البواسير الموجودة لخطأ طبي أو لتقصير طبي بغض النظر عن السبب أو عن قصد أحيانا يكون المريض مصاب بباسورين فقط فنستقصل الباسورين أما الثالث لم يوجد بعد فكيف نستقصل الباسور غير موجود بعد فترة سنتين أو ثلاثة يمكن أن يظهر الباسور الثالث هذا أحد الأسباب باتاد دكتور كمان لازم تكون المتابعة أول بأول مع الدك الطبيب المناسب لهيك عملية أنا هيك بفضل كمان كمان يعني أحد الأسباب التي أسائت لسمعة البواسير هي أنها تجرى من قبل أي طبيب جراح عنده خبرة ما عنده خبرة فأساء لسمعة العملية دكتور محمد فؤاد الأحتب نورتنا ونورت صباحك صحة شكرا لألك وعلى تواجدك معنا لليوم شكرا شكرا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا شكرا جزيلا مزهدين الكرة رح ننتهل إحنا وياكنا هلا على فقرة التربية خلينا نشوف سمخبئيكم فيها لليوم خليكن معنا تابعونا مزهدين الكرة تابعونا لليوم مزهدين الكرة تابعونا لليوم مزهدين الكرة تابعونا لليوم